النهاردة آخر يوم في العام الهجري 1443 بكرة إن شاء الله أول أيام شهر محرم في العام الهجري الجديد 1444 وفي الأيام المباركة دي دايما بنستلهم الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة واللي استقبلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالود وبالترحاب الشديدين أهل المدينة كانوا دايما بيرددوا النشيد الجميل اللي كلنا حفظينه طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاعة جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع عليه الصلاة والسلام كل سنة وكل الأمة العربية والإسلامية بألف خير في الأيام دي دايما بنفتكر العبرة والعظة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هجرته الشريفة علمنا أننا ناخد بالأسباب يعني عملية الانتقال نفسها من مكة إلى المدينة كانت ممكن ما تكونش بهذا الشكل من الإرهاق ولا فيها حتى خطورة على حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا صاحبه كمان سيدنا أبو بكر صديق كان في قدرة ربنا أنه ينقله في الهجرة النبوية زي ما حصل بالضبط ونقله في ليلة الإسراء والمعرج لكن دا ما حصلش اللي حصل أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخذ كل احتياطاته وعمل كل ما في استطاعته عشان يخرج سالما من مكة وزي ما كلنا عارفين أنه سيدنا علي رضي الله عنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة عشان المتربصين بالنبي كل ما ينظره من خلف الباب يعتقدوا أن رسول ما زال موجود في سرير كل دي أسباب الرسول استعاني بيها ثم ترك الباقي لرب الأسباب صحيح يا شاس دي مش بس كده كمان الحقيقة من الدروس المستفادة هي الثقة في الله لما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في الغار وقال له سيدنا أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مظنك باثنين الله ثالثهما وبالتالي طول ما احنا واخدين بالأسباب لازم دايما يكون عندنا ثقة في أنه ربنا دايما هيكتب لنا الأفضل حتى لو احنا مش بدركين لسه الحكمة نضيف على ده كمان فكرة الصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريص دايما أن يكون معه صحبه سيدنا أبو بكر والحقيقة أن الصحبة الحسنة كانت موجودة في كل مراحل حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عاش حياته في مكة بصحبة خرج إلى الطائف بصحبة عقد البيعة بصحبة هاجر بصحبة وهنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمان بيعلمنا أن احنا دايما نبحث عن الصحبة الصلحة لأن الصحبة الصلحة دايما هي اللي بتدعمنا ودايما هي اللي بتقف معنا وبتقوينا بكل تأكيد وكمان من الدروس اللي علمتها لنا الهجرة النبوية الصبر وأنه دايما بعد العسر يسر دروس كتيرة مهمة هنتكلم عنها النهاردة في فقرة خاصة عن الهجرة النبوية الشريفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كانت عاملة إزاي الرحلة كانت عاملة إزاي ثم وصوله إلى يثرب التي سميت بالمدينة المنورة نتيجة لوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها الذي أنارها بوجوده هنتكلم عن كل هذه الأمور بالتفصيل هنتكلم كمان عن باعتين العقبة الأولى والثانية في فقرة خاصة من حلقاتنا النهاردة كل سنة حضراتكم بألف خير وطيبين ربنا يجعلوا عام يسر وعام بركة وخير بنصبح على حضراتكم مرة تانية أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر